اشتركوا في القناة فينبغي أن نذكر الله فيها كان السلف قال مجاهد أدركتهم وإن الرجل يكبر في المسجد فيرتج بها أهل المسجد ثم يخرج صوت إلى أهل الوادي حتى يبلغ الأبطح فيرتج بها أهل الأبطح وإنما أصلها من رجل واحد كبر فذكرهم فصار يكبر هذا من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا فارتفع التكبير عباد الله هناك بذل الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر وإماطة الأذى وهناك زيارة الإخوان في الله وهناك بر الوالدين وصلة الرحم وإعانة الضعيف وتشمية العاطس وإخراج الأذى من المسجد وتبسمك في وجه أخيك صدق وتقديم المساعدات للناس والكلمة الطيبة وإنظار المعسر يا صاحب العمارة جاءك هذا غير متلاعب ولا مماطل مسكين فعلا يقول أجلني إنظار المعسر الآن من أعظم العبادات وإفشاء السلام والدعاء لأخيك المسلم بظهر الغيب والإحسان إلى الجيران عباد الله إن هذه الأنواع من الطاعات هي التي تفعل في هذا العشر وينبغي أن نكون حريصين عليها أشد الحرص دعي التشاغل بالغزلان والغزل يكفيك ما ضاع من أيامك الأول ضيعت عمرك لا دنيا وكنت ظفرت بها وكنت عن صالح الأعمال في شغلي هل لا تشبهت بالأكياس إذ فطنوا فقدموا خير ما يرجى من العمل فالرط يا صاحي فاستدرك على عجل إن المنية لا تأتي على مهلي دعي البطالة والتفريط وبكي على شرخ الشباب الذي وله ولم يطل وقف على بابه المفتوح منكسرا لا تجزم بتسكين ما في النفس من عللي ولازم الباب واصبر لا تكن عجلا واخضع له وتذلل وادعوا ابتهي لي ونادي يا مالكي قد جئت معتذرا عساك بالعفو والغفران تسمح لي عباد الله من العبادات العظيمة التي تكون في هذه العشر ولا شك ذبح الأضاحي ذبح الضحايا لأهل البلدان وذبح الهدايا للحجاج الأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى تقربا إلى الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها ولو كان أضعاف هي سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم وقال بعضهم بوجوبها على القادر مشروعة للذكر والأنثى وأهل البوادي والحاضرة والمقيم والمسافر ومن ملك ثمنها فاضلا عن نفقته ونفقت أهله يتأكد عليه والميت تضحي له في أضحيتك فإذا قلت عني وعن آل بيتي شملت الأموات وإذا أفردته بأضحية ميتك إذا عندك سعة فهذا طيب وهذه صدقة تصل إليه وإذا كان ترك مالا وأوصى فلابد من تنفيذ الوصية فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه يضحى بالذكر والأنثى من بهيمة الأنعام فقط الإبل والبقر والغنم شات واحدة تكفي عن أهل البيت جميعا الناس الذين نفقتهم واحدا وحلالهم واحد ومالهم واحد تكفيهم وضحية واحدة فإذا قال القائل ما نجد اليوم مع ارتفاع أسعار الأضاحي ماذا نفعل لو أجلت الشراء إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر من ذي الحجة صحيح لأن ذبح الأضاحي ينتهي بغروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة لعلها ترخص لم تجد فربما يوجد في الخارج أضاحي مقدور عليها وقبلها إجراء آخر وهو الاشتراك ليس في الشات الشات لا يمكن الاشتراك فيها الشات عن واحد لكن البقرة قال عندي ميتين ما تكفي لي أضحية شات قلنا هات سبعة في ميتين بألف أربعمائة ربما تجد بقرة ثلاثمائة بثلاثة وهكذا أربعمائة مع سبعة تكفي لبقرة ولا يشترط أن يكون المشتركون فيها أقارب أو يعرف بعضهم بعضا حتى عباد الله كلما كانت أسما وأكثر لحما وأكمل خلقة وأحسن منظرا فهي أطيب والله طيب سبحانه وتعالى تبلغ السن المعتبرة شرعا ما تم له سنة من المعز والضأن ستة أشهر فما فوق والبقر سنتان فما فوق والإبل خمسة فما فوق لا ذبح قبل صلاة العيد لا ذبح قبل صلاة العيد ويجوز الذبح ليلا أو نهارا وكذلك فإناها لا بد أن تكون سليما من العيوب وويل للغشاشين في سوق الغنم ومن العيوب المانعة من الإجزاء العمى والمرض البين والعرج البين والمخ الهزيل الهزال وكذلك تكره التضحية بمقطوعة الأذن أو مشقوقة الأذن أو البتراء وكذلك فإنه إذا عينها لا ينقلها بعد ذلك لا ينقل ملكة لا ببيع ولا بهبا إلا أن يأتي بأحسن منها ويجوز له أن يستعين بغيره وأن يوكل والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى المضحي شرفا الشرع أعطى المضحي شرفا ما هو لما كان المضحون يشاركون الحجاج في شيء من النسك وهو ذبح الضحايا كما يذبح الحجاج الهدايا أعطتهم الشريعة شيئا من الأحكام في النسك وهو الإمساك عن الشعر والأظهار والبشرة للمضحي فقط يريد أن يغتسل يتطيب يأتي أهله يلبس المخيط كل ذلك صحيح لكن المحظور عليه فقط الإمساك للشعر والأظهار والبشرة حتى تذبح الأضحية خاص بالمضحي أهل البيت لا وجوب عليهم في ذلك ولو ضحت المرأة من مالها تمسك وبقية العائلة لا تمسك ويسوقها إلى محل الذبح سوقا رفيقا يحد السكين وليس أمام أخرى تذبح ولا أمامها تحد السكين وتستقبل القبلة وبسم الله والله أكبر ولا يعطي الجزار منها شيئا أجرة لكن بعد إعطاء الأجرة يجوز الصدق عليه منها ويأكل ويطعم فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير أو يأكل ويطعم ويهدي فأكلوا منها وأطعموا القانعة والمعترة فهذه الأدلة للتنصيف أو التثليث وكلاهما صحيح اللهم تقبل منا وتب علينا وبارك لنا فيما أتيتنا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا سميع الدعاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم شكرا للمشاهدة